أعلنت أرهيئة العامة للسياحة في إقليم كردستان أن تسهيلات تامة ستقدم للسياح القادمين إلى إقليم كردستان وقال سيروان توفيق مدير التسويق السياحي في الهيئة إلى أن هناك خطة استراتيجية لكيفية استقبال واستيعاب الأعداد القادمة للسائحين من وسط وجنوب البلاد والذي من المتوقع أن يزداد عن السنوات السابقة بعد انحصار تأثير كورونا هيئة السياحة في الأقليم الكردستان والمديريات العامة للسياحة في المحافظات الأقليم وإدارات المستقلة في الأقضاء والنواحي قاموا باستعدادات كامل للاستقبال السياح الوافدين في المحافظات وسط وجنوب العراق الذي يزورون الأقليم خلال أيام العيد وما بعد العيد لأننا نتوقع أن يزداد عدد السواح هذا السنة مقارنة مع السنوات الماضية أكثر وأكثر ولأن السنوات الماضية كانت هناك جائحة الكورونا وعدم الدخول السواح إلى الأقليم الكردستان بشكل جيد لذا هناك خطة استراتيجية من قبل هيئة العامة للسياحة ومديريات العامة للسياحة لكيفية الاستقبال للسواح في هذه المناسبة الكريمة لأننا نتوقع أن يكون العدد السواح مقارنة مع السنوات الماضية يزداد ويزداد لذا شكلت عدة اللجان في المحافظات لكيفية الاستقبال في السيطرات ومتابع مشاكلهم في الفنادق والمطاعم والمناطق السياحية ومن هذا المنبر نقول من هذا المنبر أهلا وسهلا بكم في محافظات الأقليم الكردستان وكل عام أنتم بخير والعيد المبارئ لكل السائحين الوافدين إلى الأقليم الكردستان ترجمة نانسي قنقر